اشتركوا في القناة مرحباً بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا اليوم عن اسلوب الشرط هذا الاسلوب الجميل الذي استخدمته العرب بكثرة في حياتها اليومية لما فيه من دلالات ومعاني كثيرة فما هو اسلوب الشرط؟ لنتابع معاً هذه الفائدة النحوية فما هو اسلوب الشرط؟ لنتابع معاً هذه القاعدة أعزائي طلاب أهلاً ومرحباً بكم في درسنا لهذا اليوم اسلوب الشرط اسلوب الشرط هو تركيب نحوي يتألف من ثلاثة أركان هي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط ويفيد أن تحقق الجواب رهن بتحقق الشرط أي إنه اسلوب نحوي لا يتحقق فيه الجواب إلا بتحقق الشرط فحصول الفعل الأول شرط لحصول الفعل الثاني نسمي الفعل الأول فعل الشرط والفعل الثاني جواب الشرط وتسمى جملة الفعل الأول جملة الشرط وجملة الفعل الثاني جملة جواب الشرط كما في قولنا من يجتهد ينجح تقسم أدوات الشرط إلى قسمين أدوات الشرط الجازمة وأدوات الشرط غير الجازمة أما عن أدوات الشرط الجازمة فهي حروف وأسماء تجزم فعلي الشرط والجواب وهي إن وإذما حرفاني والباقي أسماء وأسماء الشرط الجازمة عشرة وهي من للعاقل؟ ما ومهما لغير العاقل؟ متى وأيانا للظرفية الزمانية؟ حيثما وأينما وأنا للظرفية المكانية؟ وكيفما للحال؟ وأي اسم شرط جازم يصلح لجميع المعاني والدلالات الشرطية السابقة وأسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أي؟ فهو معربة تابعنا معا الفائدة النحوية والآن لنقرأ الأمثلة الآتية إن تدرس تنجح إذما تدرس تنجح الآن طلابي الأعزاء لو سألتكم أين أدوات الشرط في المثالين السابقين؟ أحمد تفضل أدوات الشرط في المثالين السابقين إن وإذما أحسنت ما إعرابهما؟ يعربها حرفة شرط جازمي أحسنت شكرا لك إكرام ما إعراب فعل الشرط في الجملة الأولى؟ تدرس فعل مضارع مجنون لأنه فعل الشرط وعلامته جسمي السكوم والفاعل ضمير مستطر تقديره أن توجبه شكرا لك إن تدرس تنجح عبد العزيز ما إعراب الفعل الثاني؟ تنجح فعل مضارع مجنون لأنه جواب الشرط وعلامة جسمي السكوم والفاعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت أحسنت شكرا لك الآن لننتقل إلى مجموعة أخرى من الأمثلة المثال الأول من جد وجد المثال الثاني ما تحصله في الصغر ينفعك في الكبر المثال الثالث متى تتحد تقوى شوكتكم؟ المثال الرابع حيثما تنتشر الأمية يقوى المستعمر المثال الخامس كيفما تعامل أصدقائك يعاملوك؟ الآن في المثال الأول من جد وجد نلاحظ أن فعلي الشرط والجواب جد وجد جاء فعلان ماضيان والسؤال هنا ياسمين هل يجزم الفعل الماضي؟ لا يجزم لا الفعل الماضي لا يجزم لأنه فعل مبني إذن إذا كانت أداة الشرط جازمة وجاء فعلاء الشرط فعلان ماضيان فيعرباني أو فيكونان في محل جزم لماذا؟ لأن الفعل الماضي فعل مبني لا يجزم الآن لو سألتك يا نور الدين ما إعراب جدة في المثال؟ جدة فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره وجدة في محل الجزم فعل الشرط والفعل ضمير مستتر تقديره جوازا هو أحسنت جوازا تقديره هو لأن مع ضمائر الغائب يكون التقدير جوازا شكرا لك لو طلبت منك يا سيدرا إعراب كلمة وجدة نلاحظ أن وجدة هو فعل ماضي أكمل من فضلك وجدة فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والفعل وجدة في محل جزم فعل جواب الشرط أحسنت جواب الشرط نعم والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو أحسنت شكرا لك الآن لننتقل إلى المثال الذي يليه محمد اقرأه من فضلك ما تحصله في الصغار ينفعك في الكبار ما تحصله بني ما تحصله لأنه فعل الشرط ليس كذلك الآن أين أداة الشرط في هذا المثال أداة الشرط هي ما ما دلالة هذه الأداة وهي أسم شرط جازم يستعمل للعاقل وأما فعل الشرط فهو تحصله شكرا لك فعل الشرط تحصله بني تحصله الآن أحمد قال زميلك أن تحصله هو فعل الشرط أين جواب الشرط؟ جواب الشرط هو ينفعك ينفعك بني ينفعك لأنه جواب الشرط شكرا لك الآن إكرام اقرأي المثال الذي يليه من فضلك أحسنتي أين أداة الشرط في هذه الجملة؟ أداة الشرط هي متى؟ متى هل هي اسم أم فعل؟ اسم أحسنتي على ما دلت هذه الأداة؟ دلت هذه الأداة على الضرفية الزمانية أحسنتي شكرا لك عبد العزيز لو سألتك أين فعل الشرط وأين جواب الشرط في الجملة ذاتها؟ فعل الشرط هو تتحده وجواب الشرط تقو شكرا لك عبد العزيز إذن متى هو اسم شرط جازم يدل على الظرفية الزمانية؟ وأيضا متى؟ وهناك أداة أخرى هي إيانة كلاهما تدلان على الظرفية الزمانية هناك أدوات شرط جازمة تدل على الظرفية المكانية وهي حيثما، أينما، وأنا الآن، يا سمي، اقرأ المثال من فضلك حيثما تنتشر الأمية يقوى المستعمر أحسنتي، الآن لو سألتك أين أداة الشرط في هذه الجملة؟ حيثما على ما دلت؟ على الظرفية المكانية أحسنتي، دلت على الظرفية المكانية أين فعل الشرط وجواب الشرط؟ فعل الشرط هو تنتشر وجواب الشرط هو يقوى أحسنتي، شكراً لك الآن لو سألتكم طلاب الأعزاء ما هي أداة الشرط التي تدل على الحال؟ من يستطيع الإجابة؟ نور الدين كيفما؟ أحسنت، اقرأ المثال الموجود على السبورة كيفما تعامل أصدقائك يعاملك؟ أحسنت، قلت لي أن كيفما هي اسم شرط جازم وهو يدل على الحال الآن دل على فعلي الشرط والجواب فعل الشرط تعامل، جواب الشرط يعاملوك أحسنت، شكراً لك سيدرا، ما هي علامة جزم الفعل المضارع؟ تفضل أولاً، السكون الظاهرة إذا كان صحيح الآخر ومثاله من يجتهد ينجح أحسنتي، أتمنى ثانياً، حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ومثاله من يسعى إلى الآخر يجده وثالثاً، حذف النون من آخره إذا كان من الأفعال الخمسة ومثاله مثاله نعم شرط كيفما تعامل أصدقائك يعاملك؟ أحسنت، شكراً لك الآن لنتابع معاً الفائدة النحوية التي سيخبرنا بها الأستاذ حسين من أسماء الشرط الجازمة أي المشددة وهي اسم شرط جازم تصلح لجميع المعاني والدلالات الشرطية السابقة وأي اسم شرط جازم مبهم تعرف دلالتها الشرطية بحسب ما تضاف إليه أو بحسب الاسم المجرور الذي يليها والذي يورب مضاف إليه نحو أي إنسان يضحي في سبيل أمته ترفعه دلت أي هنا على العاقل ومنها أيضاً أي علم تطلب يفيد قومك ودلت أي هنا على غير العاقل ومنها أي يوم تسافر تسعد دلت أي هنا على الظرفية الزمانية ومنها أي مكان تسكن تلقى أناساً طيبين دلت أي هنا على الظرفية المكانية وتستعمل أي للدلالة على الحال إذا جاء الاسم الذي يليها وأقصد المضاف إليه مصدراً من لفظ فعل الشرط أي الفعل الأول نحو أي دراسة تدرس تستفد دلت أي هنا على الحال ومثالها أيضاً أي حضور تحضر تلقى ترحيباً بعد أن تعرفنا أدوات الشرط الجازمة وعملها طلابي من يعطي مثالاً لأدات الشرط أي على أن تدل على الحال؟ إكرام تفضل أي دراسة تدرس تفد بلدك؟ أحسنتي لماذا دلت أي على الحال في هذه الجملة؟ لأنها أضيفت إلى مصدر دراسة من لفظ فعل الشرط تدرس أحسنتي إكرام شكراً لك وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس سنتحدث في الدرس القادم عن أدوات الشرط غير الجازمة ودلالاتها نأمل أن نكون قد قدمنا المتعوى الفائدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة